اكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان مخرجات التعاون مع مجلسي الشورى ونواب لاقرار القوانين وتشريعات ساهمت في تطوير منظومة العمل الاسكاني وتجويد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين كما حارصت وزارة الاسكان على تقديم كافة اوجه التعاون مع السلطة التشريعية لحفظ حقوق الاسر الرغبة في الاستفادة من خدمة حق التصرف والتي تتيح للمواطنين امكانية التصرف في عقاراتهم بعد استفاء سداد قيمة الخدمة الاسكانية الممنوحة لهم تسعى وزارة الاسكان دائما لتوفير اعلى المعايير في الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين ومنظومة العمل الاسكاني بما يتناسب مع الاسرة البحرينية كما تحرص الوزارة ايضا بالتعاون مع السلطة التشريعية على تقديم كافة اشكال الدعم لحفظ حقوق الاسر الرغبة في الاستفادة من خدمة حق التصرف في عقاراتهم بعد سداد قيمة الخدمة الاسكانية الممنوحة لهم ومن هذه الاشتراطات التي تضمن حقوق المواطنين هي الغاء شرط الانتظار سبع سنوات للاستفادة من حق التصرف بالوحدة السكنية واشتراط موافقة افراد الاسرة للاستفادة من حق التصرف بالوحدة السكنية وضمان حق السكن مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية في حال تقدمه بطلب هبة الوحدة السكنية لاحد قاربه ما لم يثبت ملكيته لعقار صالح للسكن وأبدا رغبته بالتنازل عن حق السكنة إضافة إلى المعايير التي تكفل بقاء المشاريع الإسكانية قيد التداول بين الأسرة البحرينية هذا ولم تغفل للوزارة تضمين القرار ضمانات إضافية حال وجود أبناء من ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية الشديدة من خلال توفير ما يثبت تملكه لعقار آخر صالح للسكن قبل أن يتم منحه الموافقة جميع هذه الشروط تصب في مصلحة الأسرة البحرينية وتزيد من شعورهم بالأمان والاستقرار النفسي بوجود سكن وخدمات إسكانية وضمانات تحفظ حق جميع أفراد الأسرة وهذا ما تسعى إليه وزارة الإسكان دائما